صقور الجو العربية تقدم لكم أسلحة العراق السرية في فترة الحصار الطائرة المسيرة من دون طيار العراقية الصن في فترة التسعينيات ومع إدراك العراق لتوجهات الجيوش الغربية الحديثة إلى امتلاك طائرات موجهة من دون طيار أعاد العراق أعمال البحث والتطوير التي توقفت بعد حرب الخليج الثانية وفرض الحصار عليه حيث عملت هيئة التصنيع العسكري العراقي من جديد على تصميم وبناء على وجه التحديد المركبات غير المأهولة الموجهة عن بعد والذي كلفت به لجنة البحث والتطوير العسكري العراقية التي رأسها الدكتور عماد من عام 1993 وحتى عام 1996 وبين عامي 1995 و1997 عملت اللجنة على مشروع طائرة اليمامة غير المأهولة والتي شكلت الأساس لاحقا لتصميم طائرات مطورة في العراق غير مأهولة وتألف المشروع من ثلاثة تصاميم اليمامة 2 اليمامة 3 واليمامة 4 كانت نسخ اليمامة 2 واليمامة 4 من الطائرات الموجهة بدون طيار مزودة بمحركات كبس بمراوح أما النسخة الأخرى وهي اليمامة 3 كانت مزودة بمحرك توربيني نفاذ من نوع TS-21 أخذ من مقاتلة سوخوي سيفن فتا أدرك المهندسين العراقين لاحقا أن معظم الطائرات غير المأهولة المصنعة حول العالم لم تكن نفاذة وذلك لأن الطائرات الموجهة من دون طيار التي تعمل بالمراوح وغير المزودة بمحركات نفاذة أبسط في البناء والسيطرة ويمكن أن تبقى لفترة أطول في الجو ومع ظهور مشاكل في عمليات تحويل طائرات التدريب من نوع L-22 إلى طائرات موجهة من دون طيار في أواخر التسعينيات جعل شركة ابن فرناس التي كانت مسؤولة عن هذا المشروع للتحول إلى نسخة صاميم اليمام الثنين وزيادة مساحة حجم الذيل وتغيير تسميتها لتصبح المسير عشرين من أجل الوفاء بطالب الرئيس العراقي صدام حسين تلك الفترة لإنتاج أول طائرة بلا طيار مستقلة تماما عن السيطرة البشرية شركة ابن فرناس برئاسة اللواء إبراهيم إسماعيل عملت على الأقل على ثلاثة مشاريع من الطائرة بلا طيار الأولى كانت الطائرة الموجهة الصغيرة المعروفة باسم سراب واحد تستخدم فقط كهدف جوي لتدريب وحدات الدفاع الجوي والمدفعية المضادة للطائرات وقد بلغ مدى طيرانها من كيلومتر إلى كيلومتر ونصف وقد تم بناء من ستين إلى سبعين طائرة منها أما الطائرة الثانية هي المسير عشرين وكانت أكبر في الحجم من طائرة السراب واحد وقد استخدمت النظام العالم لتحديد المواقع والملاحة التجارية للطيران والمسمى بجي بي اس حتى تطير في مسارات مبرمجة مسبقة الطائرة الثالثة هي المسيرة 30 أو الطائرة الموجهة 30 وقد صممت لتحمل حمولات تبلغ 30 كيلوغرام كحد أقصى وقد تم بناء عدة نماذج واختبارها ولكن حصلت مشاكل في عملية التحكم بطيرانها ومع بدء حرب تحرير العراق كما يسميها الأمريكان لم تتمكن شركة ابن فرناس من الاستمرار في العمل عليها وقد وجدها مفتشي الأمم المتحدة وأقروا بأن العراق لو أعطي المزيد من الوقت لكان قادر على إنتاج طائرات غير مأهولة ذات أحجام كبيرة في خريف عام 2002 اختارت هيئة التصنيع العسكري العراقي الطائرة المسيرة 20 ليتم إدخالها في سلاح الجو العراقي وسمتها السقر العراقي نظرا لتفوق إدائها الجوي وفي يونيو عام 2002 حلقت الطائرة المسيرة 20 بطلعة تجريبية استغرقت الرحلة ثلاث ساعات طيران وقطعت مسافة 500 كيلومتر في بداية طيرانيها كانت الطائرة تحت سيطرة مركز السيطرة والتحكم على الأرض ثم انتقلت إلى الطيران تحت أمرة الطيار الآلي بعد وقت قصير من إقلاعها وظلت تحلق تحت أمرة الطيار الآلي وقامت بالهبوط تحت أمرة الطيار الآلي في نيواتي في نوفمبر عام 2002 أبرمت شركة ابن فرناس عقدا بتوفير 36 طائرة غير مأهولة من النوع المسيرة 20 إلى الجيش العراقي قادرة على القيام بمهام الاستطلاع الجوي في ساحات المعارك ثم تبعها عقد آخر أبرم مع قوات الحارس الجمهوري حيث طلب الحصول على نفس العدد من الطائرات التي طلبها الجيش العراقي وهي 36 طائرة العقد الذي أبرمه مع الجيش العراقي نص على تسليم 30 طائرة غير مأهولة من نوع المسيرة 20 مع قدرة التحكم الذاتي وعلى أن تكون من النوع المبرمجة التوجيه 6 طائرات غير مأهولة من نوع المسيرة 20 مع القدرة على التحكم فيها عن بعد لأغراض التدريب فقط ونص العقد كذلك على شراء 12 طائرة غير مأهولة من نوع اليمامة 1 لأغراض التدريب ليتم استعدمانها كأهداف جوية للمدافع المضادة للطائرات وكذلك تزويده بثمان أجهزة محاكات ومراقبة وملاحة ومعدات الاستطلاع وستة محطات مراقبة الأرضية والتحكم بعد استيلاء القوات الأمريكية على طائرتين من نوع المسيرة 20 وفحصها من قبلهم تبين أنها تستخدم محركات كبس ذات حجم 342 سيسي بريطانية الصنع ويبدو أن استعمال هذه النوعية من المحركات هي خلاصة الدروس التي استفاد منها المهندسين العراقيين من بداية مشروع اليمامة في بداية التسعينيات نظم التوجيه التي تستخدمها المسيرة 20 كانت من أهم مكونات برنامج اليمامة العراقي حيث تبين بعد الفحص أنها تحتوي على أجهزة طيران آلي تعتبر انتهاك لعقوبات الأمم المتحدة المفروضة على العراق حيث قامت شركة ابن فرناس بتطوير أجهزة الطيران الآلي من نوع MP2000 وVG3200 وأجهزة الطيران والملاحة العالمية وكمبيوترات صناعية للمسيرة 20 وقام المهندسون في شركة ابن فرناس بعمل برامج توجيه وبرامجيات لأجهزة الكمبيوتر التي شكلت جزء من نظام توجيه الطائرة المسيرة 20 وقاموا ببرمجة نقاط الطريق لبيانات أجهزة الجي بي أس عن طريق أجهزة كومبيوتر محمولة لابتوب حملت إلى كومبيوتر الطائرة قبل رحلات طيرانها وحصلت وكالة المخابرات الأمريكية على دلائل تفيد بأن العراق كان يبني هذه الطائرات بغرض تهريبها إلى الأراضي الأمريكية واستعمالها في هجمات إرهابية تشن على أراضيها وفي عام 1998 تم تزويد شركة الرازي العمومية بعقد لتطوير نظام مراقبة وتحكم يعتمد على الليزر لهذه الطائرات وبدأ العمل التجريبي على نظام مراقبة والتحكم الليزري للاستخدام مع الطائرات بدون طيار من نوع المسيرة 20 وتوجت هذه التجارب مع الطائرة في رحلة تجربية تستخدم نظام المراقبة والتحكم الليزري في أوائل عام 2000 في منطقة تكريت في أكاديمية الطيران العراقية حيث حلقت طائرة غير مؤهولة من نوع المسيرة 30 التي صنعتها شركة ابن فرناس ولمسافة 6 إلى 10 كم وعلى ارتفاع 700 متر وكانت مطلية باللون الأحمر مع خطوط صفراء ومما يلاحظ في هذه التجربة أن أبعاد الطائرة المستخدمة في تجربة المراقبة والتحكم بالليزر هي أصغر من الطائرة المسيرة 20 رغم أن الأبحاث اجريت على اتجاهين وهي السيطرة على وصلة التحكم والمراقبة بالليزر وإرسال واستقبال المعلومات بالليزر في مارس عام 2000 نشرت شركة الرازي تقريرا عن تجربة مراقبة الرحلة بالليزر حيث أن الرئيس الشركة كان يشعر بالاستياء من نتائج التجربة وقال أنه يرى أن النظام لا يصلح لمراقبة الطائرة بلا طيار بسبب المدى القصير للنظام وقام لاحقا بإلغاء البرنامج ولو كان هذا البرنامج ناجحا لسمح للعراق بأن يطلق طائرته غير المأهولة ويتحكم بها من دون استعمال الموجات الراديوية مما سيجعل من المستحيل عمليا الكشف عن تردداتها والتشويه عليها الشمس شمسي والعراق عراقي ما غير الدخلاء من أخلاقي ضغط الحصار على جميع مشاعري فتفجر الإبداع من أعماقي أجريت في الصخر العقيم جداولا وحملت نور الله في أحداقي أنا منذ فجر الأرض ألبس خوذتي ووصية الفقراء فوق نطاقي مع تحيات صقور الجو العربية